لأكثر من شهرين متتابعين لم تصل أي مساعدات إلى المناطق التي يحاصرها النظام السوري مما يزيد من معاناة مئات آلاف المدنيين فسياسة الحصار التي ينتهجها النظام السوري خلال السنوات الخمس الماضية كسلاح ضد معارضيه يجعل حياة نحو نصف مليون مدني في أكثر من خمس عشرة منطقها عرضة للموت البطيء جراء الحصار المطبق ومنع دخول المساعدات إليهم ولو عن طريق الأمم المتحدة جون إنجلاند مستشار المبعوث الخاص الأمم المتحدة إلى سوريا صرح من جنيف بأن سماح النظام السوري بدخول قوافل المساعدات إلى المناطق المحاصرة بلغ أدنى مسواً لهم منذ ثلاث سنوات مضيفاً أن آخر قافلة وصلت إلى منطقة محاصرة لم يذكرها كانت نهاية تشرين الثاني من العام الماضي المسؤول الأممي كشف أن الوضع الحالي في المناطق المحاصرة هو الأسوأ منذ عام 2015 حيث أنه لم تصل قافلة واحدة من المواد الإغاثية المنقذة للحياة أو للوازم الطبية إلى أي من المناطق المحاصرة التي يطبق النظام حصاره عليها منذ سنوات وعلى الرغم من الاتفاقات المتلاحقة في أستانا وجنيف ضمن جولات المفاوضات بين النظام والمعارضة والتي تنص في كل مرة على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة إلا أن النظام لا يلقي لتلك الاتفاقات بالاً ويواصل منع وصول المساعدات بل ويستهدفها في كثير من الأحيان ترجمة نانسي قنقر